قام صاحب السمو الملكي أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز وقارنته صاحبة السمو الملكي كاميلة دوقة كورنويل بزيارة إلى متحف البريد بمنطقة باب البحرين يرافقهما سمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة حرم سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وقد تفضل سمو خلال الزيارة بالتجشين الرسمي لطابعين تذكريين يحملان شعار البحرين وبريطانيا 200 عام معا والذي عملت على تنفيذه وزارة المواصلات والاتصالات إسهاما في توثيق الإرث الغني من علاقات التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة كما اطلع سمو خلال الزيارة على مقتنيات المتحف التي تكرس وتوثق التاريخ البريدي في مملكة البحرين منذ تأسيس الخدمات البريدية بالبلاد عام 1884 للميلاد كما قدم سعدة المهندس كمال بن أحمد بن محمد وزير المواصلات والاتصالات قدم شرحا مفصلا عن المراحل التاريخية لتكوين هذا المتحف عبر حقب تاريخية مختلفة كما أوضح الهدف من إنشائه المتمثل بحفظ وعرض طوابع مملكة البحرين والأدوات البريدية الأخرى وكذلك عرض نماذج من طوابع لأكثر من 150 دولة عضو في الاتحاد البريدي العالمي في خزاء صنعت خصيصا لحفظها بعدها اطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد البريطاني بإيجاز على الشواهد التاريخية للعلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من خلال طوابع البريد والتي كان ولازال لها تاريخ طويل ومتميز من الصداقة والتعاون البناء والمثمر في كافة المجالات امتد لأكثر من قرنين من الزمان كان أحد أوجهه فيما يتعلق بالخدمات البريدية في مملكة البحرين حتى قبل نشأتها منذ أكثر من 132 عام واستمر هذا التعاون باستفادة العديد من قيادات العمل البريدي بالبحرين من البرامج التدريبية التي قدمها البريد الملكي البريطاني آنذاك كما أشهد سعادة المهندس كمال بن أحمد بن محمد وزير المواصلات والاتصالات أشهد بالتعاون القائم في مختلف المجالات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة البريطانية بما يخدم الخطط التنموية والاستثمارات المشتركة خاصة في القطاعات التي تشرف عليها الوزارة في مجالات الطيران المدني والنقل البري والبريد وفي نهاية الزيارة قدم وزير المواصلات والاتصالات هدية بهذه المناسبة